اشتركوا في القناة وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الشأن واخيرها ما تفضل به جلالته ايده الله من توجيه بتقديم مساعدات انسانية اغاثية عاجلة الى ضحايا الفيضانات والسيول التي اشتاحت عدة مناطق شرق ليبيا معربا عن اصدق تعازيه ومواساته الى دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وعودة المفقودين الى مناطقهم سالمين فيما تابع المجلس ما اتخذته الجهات المعنية من اجراءات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات اغاثية عاجلة الى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة ثم اكد المجلس على اهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى الولايات المتحدة الامريكية الصديقة ونتائج اللقاءات التي اجرها سموه مع كبار المسؤولين في الادارة الامريكية مشيرا الى ان العلاقات الاستراتيجية التاريخية البحرينية الامريكية ستشهد تقدما نوعيا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لدفع التعاون نحو مزيد من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجال الامني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الامنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات اوسع للتنمية وطلع المجلس على تقرير بشأن زيارة سموه الرسمية الى الولايات المتحدة الامريكية بعدها رحب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الجمهورية اليمنية وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها وبحث التوصل الى حل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية الامم المتحدة مجددا موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 كما هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما حققتهم من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد ذلك أكد المجلس على نهج مملكة البحرين القائم على تعزيز السلام وصولا إلى الأهداف التي يلتقي حولها الجميع في ضمان الأمن والاستقرار وتكريس التعايش على الصعيد الإقليمي والعالمي وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام بعدها قرر المجلس الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو ألفين وثلاثة وعشرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام لائحة التنفيذية لقانون المباني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء ANSE مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قابوس في المجال الأكاديمي والبحثي مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقار للمنفعة العامة والتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في قمة بودابست الديمغرافية الخامسة المشاركة في عدد من الاجتماعات الوزرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بقطاعي التجارة والصناعة